موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا وسلم بكم في نشرة الأخبار الأولى من قناة السعودية والبداية بالعنوين مجلس الوزراء يندد بتلكوء والتفاف الميليشيات الخوفية الانقلابية على اتفاقات ستوك هولن خادم الحرمين الشريفين استقبلوا رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عضوة البرلمان المكسيكي الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في جبهة المصلوب غربية محافظة الجوف الرئيس ترامب ومكرون يناقشان محاربة تنظيم داعش وخطة الانسحاب الأمريكي من سوريا موسيقى أهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجاسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة في مدينة الرياضة وفي مستهل الجلسة طلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحو الرسالة التي بعثها إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأوضح وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبان في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأحداث وتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية مشيرا إلى ما توله المملكة من جهود في دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وما تقدمه من مساندة ووقوف مع الحكومة الشرعية اليمنية للوصول إلى حل سبيلسي وقا لمرجعيات الثلاث المتفق عليها وندد المجلس بما تقوم به الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تلكء والتفاف على اتفاقات استكهولم واستمرار في نقض كل المواثيق والعهود في تحدي صارخ وصريح للمجتمع الدولي ومن تضليل للمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الأزمة الإنسانية في اليمن وتعطيل لجهود الإغاثة والدعم الإنساني ونهب للمساعدات والأموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في المناطق التي تحتلها وبين وزير الإعلام أن المجلس قدر ما عبرت عنه وكالة الأمم المتحدة لغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا من شكر وتثمين الإسهامات ودعم المملكة للوكالة مما مكنها من الاستمرار في تسيير أعمالها والتغلب على أزمتها المالية وفاد الأستاذ ترك الشبان أن مجلس الوزراء أصدر في ختام جسته من القرارات ما يلي أولا التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة ووزارة دارة الشؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال الخدمة المدنية ثانيا الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية ثالثا قرر مجلس الوزراء بأن يكون لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المرحلة الأولى من إنشائها وكمرحلة انتقالية الاستعانة بالمعايير الدولية من لوائح وتعليمات وإجراءات فيما تتطلبه أعمالها وذلك إلى حين استكمالها بناء قدراتها الذاتية وإصدار لوائحها وتعليماتها الفنية الخاصة بها على أن تكون المعايير الإرشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حدا أدنى في ذلك رابعا التأكيد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاما بتشغيل نظم المدفعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن خامسا قرر مجلس الوزراء تعين الأستاذ عصام بن عبد القادر المهيدب والأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان والدكتور المهندس عبد العزيز بن يوسف أبابطين أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك سادسا قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله سابعا قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مكتب السياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية ثامنا قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للترفيه تاسعا وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر وذلك على النحو التالي 1- تركية عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز العسكر إلى وظيفة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بالمرتبة الخامسة عشر في إمارة المنطقة الشرقية 2- تركية عماد بن محمد بن حامد الغامدي إلى وظيفة مستشار تخطيط بالمرتبة الخامسة عشر بوزارة الاقتصاد والتخطيط 3- تركية سعود بن راشد بن عبدالعزيز رشوت إلى وظيفة مستشار شرعي بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة العدل أربعة تركية صالح بن عبد الرحمن بن راشد المحفوظ إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة المالية خمسة تركية عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الضويحي إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة مالية ستة تركية الربيع بن محمد بن محفوظ الشريف إلى وظيفة مدير عامي خدمات المعلومات بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة المالية سبعة ترقية سعيد بن علي بن محمد الغامدي إلى وظيفة مدير عام دارة الحسابات العامة بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة المالية هذا وطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله وقد حاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رأى استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة اليوم رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عضوة البرلمان المكسيكي جابريلا بارون التي أبدت في بداية الاستقبال تقديرها لخادم الحرمين الشريفين على ما تبذله المملكة من جهود رائدة على المستويين الإنساني والإغاثي بالإضافة إلى دعم كل ما من شأنه تطوير العمل البرلماني الدولي كما جرى خلال الاستقبال استعراض وفاق التعاون الثنائي بين المملكة والمكسيكو بخاصة في المجال البرلماني حضر الاستقبال معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العصف في اخبارنا المحلية كدى صاحب السمو الملكي لامير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جزان حرصه وتأكيده المستمر على ضرورة توفير الرحلات بما يلبط الخدمة المناسبة لهم جاء ذلك خلال لقاء سموه مدير الخطوط الجوية العربية السعودية في المنطقة الدكتور محمد القحطاني الذي سلمه تقرير إنجازات الخطوط السعودية بجزان للعام 2018 كما استمع سموه لشرح عن الخدمات المقدمة من الخطوط والعمل على توفير الساعة المقعدية والرحلات اللازمة لخدمة حركة السفر وزيادة عدد الرحلات الأسبوعية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود كرم صاحب السموه الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياضة ستة وعشرين منشأة حكومية وخاصة وغير ربحية فائزة بجائزة الملك عبد العزيز الجودة في دورتها الرابعات تمثل المنشآت الحكومية خمسين من مئة منها والمنشآت الخاصة اثنين واربعين بالمئة منها بينما المنشآت غير ربحية مثلت ثمانية من مئة وأكد أمير الرياضة أن هذه الجائزة الوطنية تؤصل لممارسات التمييز المؤسسي لتؤكد حرص القيادة على تمييز الخدمات في القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي مما يعزز القدرة التنافسية في هذه القطاعات منعكس بدوره على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقمين يشار إلى أن الدورة الرابعة من جائزة الملك عبد العزيز الجودة شهدت جهودا كبيرة قامت خلالها فرق العمل بتأهيل المنشآت المتنافسة لتخضع بعد ذلك لمراحل التقييم وقد تنافست على الجائزة أكثر من ثلاثمائة منشآة استكملت مائة وأربع وثلاثون منشآة لأغلب متطلبات الجائزة ووصلت أربعون منها للمراحل النهائية لتحصل ست وعشرون منها فقط على الجائزة وفي منطقة توبوك ثمن صاحب السمو الملكي لمير فاد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة توبوك رئيس مجلس يومناء جامعة فاد بن سلطان الجهود المبذولة من أعضاء مجلس يومناء الجامعة حتى أصبح لجامعة فاد بن سلطان موقعها المميز مؤكدا خلال لقاء الأعضاء على الدعم الكبير الذي يلقاه التعليم العالي بالمملكة من القيادة الرشيدة معاربا عن تطلعه أن تواصل الجامعة من خلال مجلسها الجديد تطورها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والمتغيرات الجديدة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية حتى صاحب السمو المير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران خلال لقائه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراع المكلف حديثا منصور الشمراني حتى على تنمية الثروات الزراعية والمائية وصون المقدرات البيئية وإنعاش الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة تسلم صاحب السمو الملكية المير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جزان تقرير إنجازات الخطوط السعودية بجزان للعام 2018 واستمع سموه من مدير الخطوط السعودية بجزان الدكتور محمد القحطاني لشرح عن الخدمات التي تقدمها السعودية لأبناء المنطقة مؤكدا على أهمية العمل الجاد ومضاعفة الجهود لتلبية الطلبات السفر وتوفير الساعة المقعدية اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد على الرحلات من جهة ثانية طمأن نائب أمير منطقة جزان على الطفل جبران بن علي سحاري من أبناء محافظة العارضة الذي أصيب إثر انفجار سيارة كانت تقله وأفراد أسرته بلغم جرفته السيول إلى داخل أراضي المملكة كما نقل نائب أمير منطقة جزان تعازي وموساة القيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة لوالد الطفل عبد الله بن علي سحاري إثر وفاته بلغم منقول جرفته السيول إلى داخل أراضي المملكة وعرب سموه عن تعازيه ومواساته لهم سئلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان اجتمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والأرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مع أعضاء فريق اللجنة التحطيرية للتنظيم الإداري المكلف بتطوير وعادة بناء الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة وفروعها وناقش الاجتماع عددا من المسائل المدرجة على جدول الأعمال من بينها الهيكل التنظيمي للوزارة وخطوط السلطة الإدارية والارتباطات التنظيمية للنشاطات الرئيسة في الوزارة واصل المهرجان الوطني للتراث والثقافة فعالياته في الجنادرية وسط إقبال كبير من مختلف الفئات العمرية وشرائح المجتمع الأسر المنتجة كان لها دور كبير حيث حضيت منتجاتها في مختلف الأجنحة والأركان باهتمام زوار المهرجان وانفرضت الأسر المنتجة بتقديم الأكلات الشعبية التي تعدها وتقدمها للزوار ضمن مشاركاتها في الأجنحة والقرى التراثية ويعكس المهرجان بشكل فريد من نوع الثقافات الأصيلة المتوارثة من عادات وتقاليد في كل منطقة من مناطق المملكة حيث تتعدد اللهجات والعادات ليتم ترسيخها في الجنادرية من خلال تراث المناطق والسوق الشعبي ولتفاصيل أكثر معنا مشاهدين الكرام من جنح هيئة السياحة والتراث الوطني مراسل القناة السعودية زميد صالح العمري أهلا وسهلا بك صالح ثم هل لك أن تضعنا في الأجواء في المهرجان نعم شكرا لكم ويعطيكم العافية وفعلا من المهرجان الوطني للتراث الثقافة الجنادرية الثلاثة الثلاثين هذا المهرجان المميز الرائع الذي يستقطب كبير من الزوار بما أنه يعني في أيام الأخيرة هذا المهرجان ولكن الزوار ما شاء الله تبارك الله في تزايد وأعداد كبيرة لاستكشاف الأثار واستكشاف الموروث الشعبي المميز لمناطق مملكتنا الحبيبة مشاهدين الكرام أنا الآن متواجد في جناح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هذا الجناح المميز الذي سيشاهده زائر الجنادرية وسيستمتع بالأجنحة المرفقة في هذا الجناح هذا الجناح مشاهدين الكرام الذي يحتوي على ثلاث صالات رئيسية ثلاث صالات رئيسية ستجدها أو ستشاهدها من بداية دخولة لهذا الجناح وهي مركز الاتصال السياحي هذه التجربة الفريدة المميزة التي شاركت بها جناح هيئة السياحة للشكاوى عن المنشآت السكنية وعن الفنادق وعن جميع الشكاوى السياحية التي قدمها الزائر لهذا الجناح وأيضا هناك مجموعة من الغرف أو نسميها صالات السينما لتعرض بعض المواقع التي اعتمدت في منظمة اليونيسكو جميع المواقع المتواجدة فيها المملكة العربية السعودية للتراث والحاجات المميزة التي سيشاهدها زائر هذا الجناح أيضا مشاهدين الكرام هناك برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي يهتم بالقرى السياحية والقرى التراثية في جميع مناطق المملكة أيضا زائر لهذا المرجان سيشاهد أبرز القرى التراثية والمواقع السياحية في جميع مناطق المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن الغرب إلى الشرق وأيضا هناك أيضا عيش السعودية هذا البرنامج المميز اللي يستمتع جميع زائرين هذا الجناح أن يعيش السعودية ويتعرف على مناطقها ويتعرف على الأماكن السياحية والأماكن الجذب السياحي المميز في مملكتنا الحبيبة وأخيرا أيضا هناك في الموقع المميز وبنظرية أو بنظام ثري دي اللي يعرض المواقع المميزة موقعنا في المملكة العربية السعودية والمواقع التراثية الجميلة اللي يحرص زائر هذا الجناح للتعرف عليها لزيارتها أيضا على أرض الواقع مشاهدين الكرام هذا الجناح سيكون من أفضل ومن أجمل الأجنحة اللي ممكن تستمتع فيها وتعرف أكثر عن مناطق البملكة وعن المواقع السياحية المميزة اللي إن شاء الله تزورها على أرض الواقع وتشاهدوها هنا في جناح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مشاهدين الكرام هذا كل ما لديه من هذا الموقع نعود إليكم شكرا لكم نعم زميل صالح العملي شكرا جزيلا لك هذه الإضافة نشرتنا مشاهدين الكرام متواصلة وفيها بعد قليل وزارة العدل والصحة تطلقان خدمة التوثيق لحامل بطاقة أولوية أهلا بكم جديد أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر جماد الأولى في حسابات المستفيدين والمستفيدات وتشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء كما تشمل بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيد الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي دكتور إبراهيم الشافي إن إجمالية المبالغ المصروفة قد بلغت أكثر من مليار وتسعمائة وخمسة وثمانين مليون ريال وقد تم إداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر بهدف تحسين الظروف المعاشية لهم ولأسرهم الضمانية أعلنت وزارة العدل والصحة تنفيذ مشروع تعاون يستطيع من خلاله حامل بطاقة أولوية التي تصدرها وزارة الصحة الاستفادة من خدامة كتابات العدل المتنقلة التي أطلقتها وزارة العدل قبل أكثر من عام أقالت الوزارتان في بيان مشترك إن هذا التعاون يهدف للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وهو أحد هم أهداف برنامج التحول الوطني أشار البيان إلى أن المشروع سينطلق بدءا من مدينة الرياض حتى يتوسع تدريجيا إلى أكبر عدد من المدن التي تخدمها كتابات العدل المتنقلة ويمكن لحامل بطاقة أولوية إرفاق صورة البطاقة عبر تطبيق وزارة العدل على الأجهزة الذكية ليأتي كاتب العدل لتقديم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل في الأخبار العربية والعالمية يعرض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث عقدا خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك تقريرا مفصلا حول اتفاقات السويد التي توصل إليها طرف النزاع الدائر في اليمن حيث يسعى جريفث لتسريع تطبيق اتفاقات السويد لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى البلاد ميدانيا تستمر القوات الشرعية اليمنية برضع المشروع الانقلابي حيث تمكنت من تحرير مناطق واسعة جنوبية شرق مدرية حرد في محافظة حجة عقب هجوم مباغت شنته على مواقع الحوثي ما أدى إلى سقوط قتل وجرح في صهوف الميليشيا الانقلابي علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها في حين تمكن الجيش اليمني من تحرير مناطق هامة في مدرية المسلوب غربية محافظة الجوف فيما أعلن فيما أعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي كانت تحمل متفجرات حيث تبين بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصناع وفي الأراضي المحتلة أصيب ثمانية عشر فلسطينيين بالرصاص المطاطي والغاز المسيلي للدموع بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للمرة الثانية على التوالي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية وأعلنت مصادر محلية في المدينة عن صابة ثمانية عشر فلسطينيين بينهم أربعة عشر أصيبوا بالمطاط وثمانية آخرين بالغاز المسيلي للدموع هذا وقد دهمت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من المباني والمنازل والمحالة تجارية وصادر تسجيلات كاميرات المراقبة أو في السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظة رامالا والبيرة وذلك بعد مداهمة وتفتيش منازلهم ناقش الرئيس الأمراكي دوناد ترامب وناظيره الفرنسي منويل ماكرون خطط انسحاب القوات الأمراكية من سوريا حيث علنت واشنطن وباريس التزامهما بتدمير تنظيم داعش بالإضافة إلى خطط انسحاب مدروسة ومنسقا للقوات الأمراكية من سوريا مؤكدين ضرورة عدم التسامح مع أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية في سوريا هذا وقد نفى ترامب صحة تغيير موقفه من الانسحاب من سوريا مضيفا أن واشنطن ستسحب قواتها بوطيرة مناسبة وبشكل حذر مع مواصلة محاربة تنظيم داعش الارهابي من جهة أخرى صرح وزير الخارجية الأمراكي ماك منبيو أن تركيا تعحدت بحماية الأكراد في سوريا بعد أن تنسحب القوات الأمراكية من سوريا تنفيذ للقرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس دوناد ترامب قبل ثلاثة أسابيع ميدانيا فقد سقط عشرات المسلحين في هجوم شنه تنظيم داعش الارهابي ضد قاعدة عسكرية في مدينة الرقة السورية الخاضعة لسيطرة الأكراد وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان لها إن مسلحا فجر نفسه مادة إلى اثنين وثلاثين قتيلا فيما قتل تسعة ارهابيين عند شنهم هذا الهجوم يقوم وزير الخارجية الأمراكي مايك بامبيو اليوم بزيارة إلى ثمان دول شرق وسطية لبحث أهم القضايا الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب وتدخلات الإيرانية في المنطقة وعلنت الخارجية الأمراكية أن الوزير بامبيو سيزور الأردن اليوم في مطلع جولته حيث سابحة مع كبار المسؤولين الأردنيين الأزمة السورية ومواجهة تنظيم داعش خاصة بعد الانسحاب الأمراكي المرتقب من سوريا فيما سيناقش مع عقادة دول مجلس التعاون ومصر ملف مواجهة الإرهابي وتصدي لأنشطة إيران المزعزعة لاستقرار دول المنطقة إضافة إلى مسجدات الأزمة اليمنية ومواجهة التنظيمات الإرهابية أقرى الاتحاد الأوروبي عقوبات على جهاز المخابرات الإيراني بسبب مؤامرات اغتيال معارضين في أوروبا وعلن وزير الخارجية الدنماركي أندرسون ساميولسون اليوم بأن الاتحاد الأوروبي قد اتفق على فرط عقوبات على جهاز المخابرات الإيراني لتخطيطه لاغتيالات على الأراضي الأوروبية معتبرا أن هذه العقوبات بمثابة إرسال إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي لإيران بعد قبول مثل هذا السلوك في أوروبا على أراضيه وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى العاصمة الصينية بكين اليوم في زيارة مفاجئة تستمر لأربعة أيام يلتقي خلالها الرئيس الصيني شين جينجي مينغ ووفق لما نشرته وسائل علام صينية فإن الزيارة تهدف إلى استناف المفاوضات بين الجانبين تمهيدا لقمة ثانية تجمع زعيم الكوريا الشمالي والرئيس الأمراكي دولاد ترامب حيث تعتبر بل تعتبر بكين الحليف الدبلوماسي الرئيس لبيونغ يانغ وبما نصدرها الرئيس لتجارة والمساعدات وتعد هذه الزيارة هي الرابعة للزعيم الكوري إلى الصين خلال عام واحد في النمسا قتل خمسة أشخاص نتيجة تساقط الثلوج الكثيفة والانهيارات التلجية التي أدت إلى عزل عدد من المناطق في البلاد وجاءت الانهيارات التلجية في منطقة فرولميرغ الغربية فيما أعلنت أجهزة الإنقاذ أنها أنقذت شخصين في منطقة سالسبورغ وقالت السلطته أن تساقط الثلوج تسبب في أحداث فوضى في أنحاء واسعة من البلاد وأدى إلى أغلاق الطرق والمدارس بينما علق نحو الفيسائح ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين شمال شرق البلاد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة التقصي لهذا اليوم من خفاضا في درجات الحرارة على مناطق شمال وسط الأجزاء الشمالية من شرق المملكة فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق الجوف الحدود الشمالية حائلة القصيم الرياض والشرقية وكذلك المدينة المنورة مشاهدين الكرام نشرتنا انتهت ختامها تذكير بعنوينها مجلس الوزراء يندد بتلقئ والتفاف الميليشيا الحوتية الانقلابية على اتفاقات ستكهول خادم الحرمين الشريفين استقبلوا رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عضوة البرلمان المكسيكي الفيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في جبهة المصنوب غربية محافظة الجوف الرئيس ترامب ومكارون يناقشان محاربة تنظيم داعش وخطة الانسحاب الامراكي من سوريا شكرا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته